وتقرير صعب شوية لأنه أنا بتكلم على زملاء وزميلات راحلوا عننا في 2022 يعني عاقلين نقول أنه مش عامل فاقد الصحفي بقدر ما هو عام كان مليء ببعض المفاجآت وخصوصا الوجوية الإعلامية اللي راحلت عننا ونحط بالذات زميل العزيز الأستاذ وقل الإبراشي في هذا الإطراض لأنه وقل الإبراشي أنا أفتكر أنه بدأ بداية السنة برحيل وقل يعني تقريبا أول أستاذ براهيم حجازي أستاذنا الفاضل يعني خلينا حتى الصور كده لو تجيبوا لي الصور قبل بأخذ التقرير لأنه أنا هسيب حضراتكم نتفرجوا على التقرير واتؤكد أنا على الله وبعدين نتقابل بكرة لكن عندي الأستاذ وقل الإبراشي عندي الأستاذ براهيم حجازي عندي الأستاذ ياسر رزق عندي الأستاذ مفيد فوزي عندي صلاح منتصر عندي مونير عامر عندي بهاء طاهر عندي محمود الكردوسي عندي زميل العزيز القدير على إعريبي طبعا ممكن يكون الناس تانية رحلت لو سقط مننا حتى أنا بعتذر عذرا شديدا لكن العام كان صعبا يعني فعلا لو تأمننا كده هنلاقي نحن فقدنا رموز إعلامية كبيرة جدا 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 ورحمهم الله رحمة واسعة ويعني كل ما تيجي تفكر كل ما مش قادر تستوعب لكن في النهاية هي إرادة الله سبحانه وتعالى فأنا حسيب حضراتكم مع هذا التقرير ونشوفكم بإذن الله بكرة ولينا بعض الوقفات مع بعض الموضوعات وبكرة إن شاء الله يبقى التقرير بتاع الثقافة والعروض الثقافية اللي موجودة في المواجهة زي ما قلنا حضراتكم عرض المواجهة اللي هو 101 اللي اتعرض في أحدى القرى في محافظة المنوفية فإن شاء الله بإذن الله دونيكم ماشي كويس هسيب لحضراتكم التقرير بتاع الفقت الصحفي ورحيل صحفيين وإعلاميين بارزين في 2022 لم يكن عام 2022 عاما سعيدا على الوسط الصحفي والإعلامية فقد شهد رحيل العديد من الرموز الصحفية والإعلامية البداية كانت من شهر يناير الذي شهد وحده رحيل ثلاثة من رموز المهنة في مقدمتهم الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم حجازي مقدم برنامج دائرة الضوء والذي أسس في عام 1990 مجلة الأهرام الرياضية وظل رئيس تحريرها لمدة 19 عاما استطاع حجازي أن يبدع في مجاله ويحصل على جائزة مصطفى وعلي أميل الصحافة المكتوبة كما عين عضوا في مجلس الشيوخ عام 2020 وحشني قوي قوي حشني جدا وماشينا على خطاق وعلى تعليمك إحنا أولادنا زي ما كان بيوصينا هو في مستشفى على فكرة كان موصيني على كده وفا بقوله ما تقلاش زي ما إحنا زي ما قد قيل لنا هنمشي على خطاق وحشتنا قوي هنمشي على خطاق بعدها بأيام رحل الإعلامي البارز وائل الإبراشي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا وقد اشتهر الإبراشي بأسلوبه الخاص والمميز فضلا عن طرحه قضايا عادة ما تكون مثيرة للجدل في برامجه الحوارية وكان الإبراشي صاحب مسيرة طويلة في العمل الإعلامي والوطني حيث بدأ حياته المهنية محررا في صحيفة روز اليوسف وتدرج بعدها في العمل الإعلامي يعني زميلنا الأستاذ وقيل البراشي من أكثر الزملاء في مهنة الإعلام أو في مهنة الإعلام المرئي اللي لما توفى أنا جزء من ظهر حنى لأنه ده رسالته قد قوية جدا وزميل مؤثر جدا وموتك انفاجعة جدا وحزنك المال الواحد جدا ولم يأبى شهر يناير أن يمر حتى شهدنا رحيل الكاتب الصحفي والإعلامي ياسر رزق بعد أيام من صدور كتابه سنوات الخماسين بين يناير الغضب ويونيو الخلاص والذي يتضمن رزدا دقيقا وموضوعيا لأحداث حقبة هي الأصعب في تاريخ مصر الحديثة منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير وحتى ثورة الثلاثين من يونيو ويعد رزق من أبرز الكتاب الصحفيين في مصر والعالم العربية ولقب بفارس الصحافة المصرية خاض مسيرة صحفية حافلة بمؤسسة أخبار اليوم والتي عمل فيها نحو ربع قرنة ونظرا لجهوده الصحفية والإعلامية الكبيرة حصل رزق على نوط الواجب العسكري من الدرجة الأولى وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة اليوم دا كل ما افتكر كأنه حالا يعني هو قدامي حالا قاعد في الكرسي القدام في العربية أولا قاعد أوره أنا وغادا وأنا بصعه كما شهد عام 2022 رحيل الكاتب الصحفي محمود الكردوسي رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن وعضو مجلس الشيوخ وذلك في شهر فبراير ويعد الكردوسي من أبرز الكتاب الساخرين تميز بأسلوبه المميز وكان من المؤسسين لجريدة الوطن وصاحب مسيرة صحفية فريدة امتدت لأكثر من 36 عاما عمل فيها في العديد من المؤسسات الصحفية كما شهد نفس العام رحيل الكاتب الصحفي علاء عريبي والذي وافته المنية في شهر إبريل وهو من الكتاب المثقفين البارزين أخذ على عاتقه تنوير العقول وتثقيفهما وكان مشغولا دائما بالقضايا الجماهيرية ويعد عريبي من الجيل الأول الذي عمل بجريدة الوفدة فتصل النهاردة بتليفون زميل العزيز المستاذ علاء عريبي وكان مدير تحرير صحيفة الوفدة وعلاق عريبي له صولات وجولات في الصحافة ويا ما الحقيقة كان العنصر الرئيسي في كل القضايا أو في قلبية القضايا اللي كنت بأثيرها قبل كده في الفترة اللي هي بعد 2011 لحد 2015-2016 كان دائما مقالاته عناوين مهمة لقضايا مهمة فبتصل ردت علي الأستاذ هالا فؤاد زوجته العزيزة فقالت لي وانت ما تعرفش ربا الله الأستاذ الرئيس فين عايز أقوله كل سنة طيب ده النهاردة فقالت لي ببكاء شديد ده الأستاذ علاء تعيش انت وفقدت الصحافة المصرية والعربية قامة كبيرة من قاماتها بوفاة الكاتب الصحفي البارز صلاح منتصر والذي رحل في شهر مايو واشتهر بعموده اليومي في جريدة الأهرام بعنوان مجرد رأي فهو من الرعيل الأول الذي عمل مع الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل بمؤسسة الأهرام ثم بدأ بالكتابة بعموده الشهير الذي اشتهر بكتاباته طوال سنوات عديدة وشهد شهر يوليو رحيل الكاتب الصحفي مونير عامر والد الأعلامي شريف عامر وهو من الكتاب الصحفيين المميزين ومن جيل العمالقة الذين أسسوا مجلة روز اليوسف بدأ عامر حياته الصحفية عن طريق الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس بداياته الصحفية في مجلة صباح الخير واستمر عطائه حتى آخر أيامه فكان يكتب مقالا أسبوعيا بجريدة الأهرام وقد نعاه نجله الإعلامي شريف عامر بقوله على شاطئ المتوسط بدأ رحلته وعلى نفس الشاطئ أنهاها رحل أبي ومعلمه الرجل الصحفي المحترم مونير عامر سنلتقي بعد حين وفي أكتوبر رحل الأديب البارز والكاتب المميز بهاء طاهر الذي أثر المكتبة العربية بعشرات الروايات والدراسات بكل الحزن طبعا بننعي واحد من كبار الأدباء في مصر وكبار الأدباء في العالم العربي هو أدبنا الكبير الأستاذ بهاء طاهر توفي من كم ساعة تقريبا عن عمر مناهز 87 سنة ولم يأبى عام 2022 أن يمر دون رحيل محاور المشاهير الإعلامي والكاتب الصحفي اللامع مفيد فوزي والذي رحل في شهر ديسمبر ويعد الراحل واحدا من أهم الإعلاميين والصحفيين في مصر والعالم العربي وله تاريخ كبير في العمل الإعلامي والصحفي رحم الله شهداء ورموز الصحافة والإعلام اشتركوا في القناة